بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو السابق تكلمنا عن مفهوم البراثة في البراثة الآن راح نتكلم عن مصطلح أو مفهوم اسمه polymorphism راح نعرف ايش يعني polymorphism وما الفائدة منه قبل ما نتكلم عن polymorphism لابد اننا نعرف بعض المصطلحات مثل مصطلح سب تايب و سوبر تايب احنا بنعرف مصطلح سب كلاس و سوبر كلاس سب تايب احنا بنعرف انه الكلاس ديفينز ان يو تايب او بعرف لنا تايب جديد فالسب تايب هو التايب او النوع المعرف من خلال سب كلاس و سوبر تايب النوع المعرف من خلال سوبر كلاس على سبيل المثال عندي هنا مثلا الجيوماتريك اوبجيكت جيوماتريك اوبجيكت هذا سوبر كلاس لا تو كلاسز موجودة عندي هون اللي هو سيركل و ريكتانجل احنا بنسمي التايب الخاص فيه او المنشأ من خلاله اسمه سوبر تايب عفوا و التايب المنشأ من خلال سب كلاسز بنسميه سب تايبز يعني احنا بنقدر نقول افري سيركل از اجيوماتريك اوبجيكت او سيركل از اصب تايب اوف جيوماتريك اوبجيكت و كذلك ريكتانجل اه وهذا الشيء بنسميه تخصيص ايش يعني احنا بنقدر نقول انه كل سيركل هي جيوماتريك اوبجيكت ولكن العكس ليس بالضرورة ليس كل جيوماتريك اوبجيكت هو سيركل و كذلك بالنسبة للريكتانجل طيب ايش هو مفهوم البوليمورفزم او تعجد الاشكال مفهوم البوليمورفزم باختصار اني انا بقدر اعمل ريفرانس من السوبر تايب ثم اجعل الانستنس الخاص فيه يكون من السب تايب او اني امرر ريفرانس من سب تايب الى سوبر تايب اوبجيكت طيب ايش الفائدة من هذا الكلام خلينا نوضح هذا المثال البسيط امامنا في عندي مثال اللي هو هذا ديسبلي اوبجيكت يطبع لي فقط معلومات عن الوبجيكت هو يأخذ برامتر من نوع سوبر تايب لي السوبر تايب اللي هو عندي جيوماتريك اوبجيكت ثم انا لما استدعيت هذا المثود في المين مثل لما استدعيته اللي هو ديسبلي اوبجيكت ارسلت له في المرة الاولى اوبجيكت من السب تايب للجيوماتريك اوبجيكت فانا ارسلت سيركل على اللي هو ايش الوبجيكت اه ليش يعني احنا قلنا افري سيركل از اجيوماتريك اوبجيكت فانا بستطيع اني امرر سب تايب انستنس لسوبر تايب واي تمام واستدعيت ايضا نفس المثود ولكن المرة هاي ارسلت له اوبجيكت من نوع ريكتانجل فبهذه الطريقة اذا بلاحظ بهذه الطريقة انا ارسلت او استدعيت نفس المثود بي تو ديفرنت تايب يعني مرة سيركل مرة ريكتانجل واخذها جميعا ليش لانها هي سب تايب اوف دا سيم سوبر تايب فهذه الحالة بنسميها بوليمورفزم طيب ايش الفائدة من هذا الموضوع الفائدة انا اختصرت في الكود يعني لو اني بد اعمل المثود هذا اعمله اوبرلود واعمل منه نسختين واحد في سيركل والثاني في ريكتانجل رح اكون كتبت كود زيادة فهه ففي هذه الحالة سهل علي في اختصار الكود وتقليل الكود وبالتالي البرنامج اسهل للقراءة واقل اخطاء وايضا فعل موضوع الريوزابيلتي يعني اني اعدت استخدام نفس المثود باكثر من شكل فمن هنا جاءت كلمة تعدد الاشكال هذا مفهوم بوليمورفزم باختصار شديد طبعا الجدير بالذكر انه هناك انواع من البوليمورفزم نوعين في عندي استاتيك بوليمورفزم وهذا يمكن تحقيقه من خلال المثود اوبرلودنج والديناميك بوليمورفزم هذا يمكن تحقيقه من خلال من خلال الانهاريتنس كما حصل معنا او المثود اوبررايدنج فعليا الاستاتيك بحصل اثناء الكمبايل تايم والديناميك بوليمورفزم بحصل اثناء الروان تايم هذا باختصار شديد بوليمورفزم اتمنى تكون الصورة واضحة رح نتكلم عن موضوع متعلق في فيديو لاحق بعد هذا الفيديو ان شاء الله عن موضوع يسمى دايناميك بايندينج يعطيكم الف عافية